بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنزيل العزيز الوحيم لتنذر قوم مما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكوة وخشيا وحمن بالغيب فبشره بمغفغته وأجر كريم إننا لحظ نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآساوهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أوصلنا إليهم سنين فكذبوهما فعزسنا بثالثه فقالوا بثالثه فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا وما أوسلوا وحمن من شيء إن أنتم إلا تتذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيغنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرهم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة غجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجدا وهم هددون وما لي لا أعبد الذي فطغني وإليه توجعون أأتخذ من هدونه آلهة إن يردني الوحمن بضر لا تضر عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آموت بغبكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفغ لي وبي وجعلني من المكومين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أغلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجأنا فيها من العيون ليأكلوا من سمغه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دوناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس يبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يوكبون وإن نشأ نغدقهم فلا سبيخ لهم ولا هم يوكبون إلا وحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معدين وإذا قيل لهم أنفقوا مما وسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا صيحة واحدة وتأخذهم وهو يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى وابهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقتنا هذا ما وعده وحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزواجهم في سلال على الأوائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألمعاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيخون إنه لكم عدد مبين وانعبدوني هذا صغاط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمُ جِبِلًا كَثِيْوًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوْعِدُونَ إِسْلَوْحَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِسْلَوْحَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفغاههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعينهم فاستبقوا الصغوة فأنا يمصرون ولو نشاء لبسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا عبوديا ولا يلجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقدون هو ما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خدقنا لهم مما عمدت أيدينا أنعاما فهم لها مالدون وذللناها لهم فمنها لكوبهم ومنها يأكلون ولن فيها منافع ومشارئ فلا يشكرون واتخذوا من تدون الله آلكة لعلهم يوصرون لا يستطيعون نصرهم ومنهم جوتم محضرون فلا يحسبك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولوي والإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضغب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ضي ومين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناوا فإذا أعوت منه تلقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلا وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أغاد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع ترجمة نانسي قنقر